السلام عليكم اهلا وسهلا بكم نتمنىكم تكونوا مزيانين الصحيحة ديالكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معي وصفات اومي امن نجيحة ووصفات جديدة ان شاء الله على القناة هدي نحضروا واحد الخبيزات اللي رائعين هاد الخبيزات اللي مفشفشين مهوية نرطبي بحلبون صراحة خبيزات اللي مرة مرة كنحضرهم يعني ماشي كنحضرهم بشكل يومي وانما كنحضرهم في المناسبات ولا هكا في الاعياد ولا جعلنا شي ضيف عزيزة علاش الله المهم كيف معوتكم ما كان عند جنو ما كان دلكو ما كان ضربو تمارا ولكن النتيجة هائلة ندوزوا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقة والمكونات بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات احتاجت واحد الكاس ديال الحليب القياس ديال هاد الكاس عندي كياخد ميتين وخمسين ميليليتر اضفت عليهم واحد المعلقة عامرة مزيان ديال خميرة الخبز معلقة كبيرة اضفت عليهم معلقة ديال العسل حتى هي كبيرة ولا عوضوها بسكار المهم كد ندوب هاد الخميرة مع هاد العسل كيف ما شفتو الحليب وغادي نضيف الدقيق لقامح الصلب ولا الفينو ولا السيمولا اللي معروف هنا يا كان دائما كانت اعمد لنوريكم حتى الصرشية باش تعرفوا بالنسبة لبنات هنا كي يسولوني على النوع ديال الدقيق داك شيعلاش كان نبيل لهم الصرشية باش يتعرفوه لي كيف ما شفتوه اضفت كاس ديال الدقيق الفينو بنفس الكاس كان عبر الماء كان عبر الدقيق يعني الطريقة اللي كان درتها معاكم دائما في بزاف ديال فيديوهات اضفت جوج ديال معالق كبار ديال زيت زيتون ولتقدروه تديروه حتى زيت العادي يعني النباتية الى بغيتوه ومعلقها صغيرة عامرة مزيان ديال ديال ملح عفوا كان نخلط بالفوية ولا خلطه بالمعلقة هاد الفينو مزيان كيف ما ولفتكم دائما كان خلطوه مزيان هاد نخليه يرتاح واحد العشرة ديال دقايق ماشي كتر غير كت يعني ديال الفينو كيتشرب وهاد العملية صراحة الله زوينة وزوينة بالساف كت تساعد على ان انا نجمع العجينة بكل سهولة وبكل بساطة دائما فاش ندير هاد العملية بالفينو في الاول وعاد كنضيف علي الفورس ولا الدقيق الابيض اضفت بنفس الكاس باش عبرت الفينو عبرت حتى الدقيق الابيض يعني كاس في كاس غدي نخلي لكم في صندوق الوصف بالضبط شعال من قرام ديال الدقيق اللي دخلات في هذه العجينة غير كنخلط العجينة ديالي يعني كنجمع العجينة ديالي بكل بساطة وبكل سهولة كيف مديمة كنضربيها هاكا شوية العجينة ما كتكونش تقيلة يعني ما كتكونش قاسحة وانما كتكون كتلسقلية في اليد دي كيف مما كتشوفو كنضربيها هاكا صفي وغسلتيتي ديال او من بعد اضفت واحد شوية ديال الزيت وغادين غير باش ميلسقش لي على السلوفان وصافي وهذه نغطيها بهذا الكيس البلاستيكي ونخليها حتى تخمر ملأ احسن تخمر مزيان في هاد المرحلة خليوها حتى يعني تتضاع في الحجم ديالها مزيان مزيان وندوزوا ان شاء الله هنشوفوها من بعد وهنا كيف ما كتشوفو بعد ما خمرات العجينة تضاع في الحجم ديالهم وكيجيو هاد القاوم ديال هاد الهجينة صراحة بعد المكونات كيجير الطب كيجير رائع العجينة كدشي غزالة بسة غدي نستعني بواحد شوية ديال الفينو وغادي نقسم هاد الهجين ديالي الكويرات الى بغيتو الحجم ديالهم كبير ولا متوسط لمهم انتو ما تحكموا في الحجم انا هنا يا صراحة قدرتهم كويرات صغر يعني كيجيو مو اللحين كي ما كنقولو هاد الاخبيزات ما كيكونوش صغر بززاف وما كيكونوش كبار بززاف المهم القياس ديالهم كيكون مزيون خرجت لي بضبط شحل من كوارا تسعود ديال الكوارات هنا يا تقريبا ماشي تقريبا راه بصح تسعود ديال الكوارات نحسبوهم يعني كنوصل لحساب كنبقى كن برقق عينية كم قاعد كنحسبو لماذا تجدت لي من الكوارة المهمة السعوددة لضح كرة اللي خرجت هنا يا صافي سنأتي بالطاوة اللي تدخل لكي في الفرن مباشرة انا ذرت فيها الورق لا تضيفوها بشوية ديالسيت وديروا فيها هذه الخبيزة ديالكم سوف نبسطهم الناس في الطاوة سوف نبسطهم مهمة وانما شوية لان هذه الخبيزات يأتي وشي شوية من فوخين والشكل ليالهم يأتي مقبس الشكل ليالهم يأتي يطلع والله يلا شددتني الضحكة على هذا المصطلح اللي يقول لي لاننا ما عادش يفهموه بزاف ديال الناس مصطلحها شوية خاص غير ببعض المناطق المهم الشكل ليالهم يأتي طالع شوية هاد شي اللي بغيت نقول لكم خديت واحد الاسميت واحد الزيزوار كيف ما شفته طبعا كيكون نقي سوف نحاول ندير الشريطات بشكل مائل باش كيجيني واحد الشكل في هذه الخبيزات المائل سوف نغطيهم ونخليهم يخمروا المرة الثانية حتى يتضاعف الحجم ديالهم مزيان صراحا كيف ما كتشوفوه كيتنفخوه كيتضاعف الحجم ديالهم عاد يعني في هذه الحالة ما الاحسن يتضاعف الحجم ديالهم ما تغفلوش عليهم عاوة تاني حتى تفوت فيهم الخميرة ومني كيطيبو ما كيجيوش زوينين منيك تفوت فيهم الخميرة المهم الجهد انكم كتشوفوهم طاعف الحجم ديالهم هم صافي ما كيخدوش شي وقت كتير في هذه المرحلة هاتي صافيت المرحلة الأولى وخخليتوه خمر مزيان حتى يفيض قاع ماشي مشكل ولكن بعد ما كينشكلوهم ما يفوتش القانون ديال الخمير ديالهم ما يخصوش يفوت سافيت خليت واحد شوية ديال الفينو ورشيت عليهم بهذا الشكل شوية شوية غير للشكل ودخلتهم الفران اللي شعلتو من الفوق ومن التحت على درجة ديال الحرارة عالية حطيت اللطة غير في التحت صراحة حطيتها في الصف التحتاني ديال الفران وخليتها كطيب قميمته من التحت ومن الفوق وكتاخد هاد اللون مذهب الى بنت لكم ما خدتش اللون من الفوق كطلعوا الطاوة ديالكم شوية لفوق وكتخليهم منزيدوا يتحمروا ومن بعد كتخرجوهم صراحة كيجيوا رائعين كيجيوا خفاف ورطبين وزوينين صراحة استحقوا انهم يتجربوا سوف نحاول نقسم ديال كيمياء ديال الدقيق كيف ما شفتوا وكيكونوا هادو الخبيزات ديالي يما يما خبيزات رائعين غزالين ورطبين ومفشفشين دوزهم بحرفيين دوزهم بشي حاجة المهم كيجيوا كيجيوا زوينين بزاف بزاف المهم اللي جربتهم فيكم تخليوا لي تعليق وتقول لي واش جوها زوينين ولا لا لائما كان بغي تعليق ديالكم مني كتقولوا لي اه جاتنا زوينة ولا ما جاتناش المهم واناني نعرف الرأي ديالكم المهم كان هذا والفيديو ديالي ديالي يوم ان شاء الله اه اه اتمنى اروق اللي اعجاب ديالكم ما تبخلوشي لي بالاشتراك واللي لايك ديالكم وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله مع السلامة و باي باي